طيب نروح لألعاب المضرب فاكرين لما تكلمنا عن ميار وكلمنا ميار الشريف وكلمنا على صفوة وكنا أول برنامج رياضي الحقيقة نتناول أن اللعبة دي طالعا إن شاء الله بقوة الساروخ وتابعوهم والحقيقة حققوا إنجازات كبيرة كان أخيرا رولانجا روس الأخيرة بطولة رولانجا روس احنا بنقول لكم في اسم في السكواش الفرعون المصري القاضي مصطفى عسل خليكم فاكريني الاسم ده وتذكروا جيدا مصطفى عسل ابن النادي الأهلي احتل المركز الثالث في بطولة مصر الدولية لسكواش مصطفى عنده عشرين سنة ما كملهاش الحقيقة إنه مصطفى أبهر العالم بأداؤه وحتى خسر من علي فرج بنتيجة تلاتة واحد على ما أتذكر وكان ند قوي صح مظبوط وكان ند قوي خلال المباراة خليكم فاكرين الاسم ده مصطفى عسل وقبل ما هو يكون طبعا نجم كبير ونجم عالم مصطفى عسل أهلاوي يعني حتى النخاء زي ما بيقول تذكروا الاسم ده جيدا نتمنى لك كل التوفيق مصطفى بإذن الله فيما هو قادم